رغم إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي من قبل الحكومة العراقية عام 2017 إلا أن التنظيم الإرهابي المذكور لا يزال نشطا ويقوم بعمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة العراقية بين الحين والآخر حتى زادت في الآوين الأخيرة وعلى وجه التحديد في أطراف مدينة كاركوك للأسف الشديد نسمع حاليا أن هناك نشاط كثير للإرهابين الدواعش في كاركوك في أطراف كاركوك وخاصة في الأيام الأخيرة والسبب كما أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمرقة هناك مساحة واسعة الإرهابية تتمكن من التحرك من خلال هذه الأماكن والتصرب إلى مواقع الجهات الأمنية ومواقع الأخرى وتقوم بتنفيذ عملياتها الإجرامية والإرهابية استشهاد ثلاثة جنود وجرح اثنين كانت حصيلة تعرض عجل تابع للجيش لانفجار بعبوة ناسفة في ناحية سرقران سبقته عملي إرهابية أدت لاستشهاد تسعة من أفراد الجيش في هجوم قرب قرية صفرة في ناحية الرياض هذه حصيلة هجومين قبل أيام قليلة من أعداد هذا التقرير وضع أمنية في محافظة كاركو بعد أحداث خيانة 16 أكتوبر في كاركو وضع غير مستقر كما هو معروف الذي جميعا بسبب قتل وضع كاركو حاليا تحت تهديد داعش في زيادة كثيرة وتنظيم داعش مواطنين كاركو نطلب في جهات مختص من حكومة عراقية وحكومة إقليم كردستان وزارة بيشمرقة نطلب بأسرع وقت إلى بتشكيل لوائين مشتركين لكي يطلب منهم حماية حدود مدينة كاركو مناطقة متنازعة عليها مراقبون يؤكدون أن السبب وراء زيادة هذه اللاجمات هو عدم وجود تعاون فعلي بين قوات البيشمرقة والجيش العراقي لمنء الفراغ الأمني الذي حصل بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر من عام 2017 والذي أدى إلى زيادة تحركات الإرهابيين مستغلين الخلافات وعدم التواصل إلى اتفاق جات بين حكومتي مغدادة وأربيل حقا الوضع الأمني وجميع المناطق التي تسمى متنازع عليها لا تبشر بالخير وهذه نتيجة عدم تفعيل اتفاقية بما تسمى اتفاقية شنغال وهذه الاتفاقية يجب أن تكون في محل ثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة دقلين كردستان لأن هناك فجوات بين قوات الفيشمرقة وقوات الاتحادية زيادة أنشطة داعش الإرهابي مؤشر خطير مما دع الكثيرين إلى المطالبة بالتدخل الفوري لملء الفراغ الأمني الذي أصبح حاضنة لإرهابي داعش وهذا لا يمكن حله إلا بتعزيز التعاون الفعلي بين قوات البيجمرقة الخبيرة بالمنطقة وقوات الجيش الاتحادية جير سعيد زاقروس تيفي كاركوك